اشتركوا في القناة عمليا هي دعوة لجنة ما يسمى في النصر لجنة مكافعة العنف والجريمي الدعوة كمان لأطر سياسية محلية مؤسسات اللي متعاون معنا اللي من أطر الجمعيات بهدف اتخاذ الخطوات الأخيرة واللمسات الأخيرة والقرارات التي يجب أن تأخذ من اليوم إلى الغد لحجد الناس إلى المظاهرة القطرية التي دعت إليها لجنة المتابعة ومن هنا ندعو الجميع بالتوافد إلى مدينة النصر رغم كل الجلسات ورغم تقارير وتصريحات وجلسات مع الشرطة ومع الحكومة نحن مستمرون في عملنا الشعبوي والذي نرى فيه هو الأساس لما يسمى الحراك المجتمعي الذي أدى إلى سلطات محلية إلى الشرطة إلى الحكومة بأخذ بعين الاعتبار موضوع الجريم والعنف الذي هو الموضوع الحارق لألهانة عن كل المواضيع الثانية ونحن نرى أن حله اليوم هو أهم نقطة يجب أن تحل والدور الأكبر يقع على الحكومة في الأول وبعدها ممكن نفوت على الحصان الاجتماعي وكيفية تطوير مجتمعنا سؤالي لك أستاذ طارق إشحادي أدى ممكن يكون عدد المشاركين والمشاركات في هذه المظاهرة القطرية في الناصرة هل لديكم توقعات معينة؟ ليس لدي توقعات مئة بالمئة ولكن المظاهرة قطرية ودعت إلها لجنة المتابعة ورأينا أعضاء الكنيسة يدلعون إليها في كل مكان فنأمل حضور العدد الأكبر وهذا بحاجة للحراك من الناس أن الناس اليوم موجودة في محل كلياتنا في خاني وحدي نحارب العنف وعلينا كلياتنا الخروج من بيوتنا والتظاهر لأنه شفنا أنه كل عمل تظاهري عم بيصير إن كان إغلاق شارع الستي أو إن كان المظاهرات اللي بتصير في كل بلد وبلد أو إن كان إغلاق شوارع في أماكن أخرى أدى إلى أنه الدولي أولاً تشوف أنه فيه مشكلة كانوا بالأول مخبينها اليوم ما بطل لحد يقدر يخبيها هذا الظهور للناس ووجودهم في الشارع إيد بإيد أكيد رح يجيب نتيجة أنا سؤالي لك أستاذ طارق إشحادي يعني أنت تقول أكيد رح يجيب نتيجة ولكن عدا عن الجلسة التي كانت للقائمة المشتركة لرؤساء الأحزاب ومع رئيس اللجنة القطرية ومع رئيس المجلس المحلي لمجد الكروم حتى الآن لا يوجد هناك أي نتيجة يعني كان في هناك جلسة يعني يمكن هاي هي النتيجة الوحيدة اللي كانت من ما بعد مضاهرة مجد الكروم الجبارة ولكن فيش نتائج على أرض الواقع أخي بلال في الشمال اليوم كان في جلسة مع 30 رئيس سلطة محلية في الماصري مع قيادة الشرطة في لواء الشمال حتى مع لاهب وأظن أنه اليوم هني أخذوا الأمور يعني أنا سمعت جزء من اللي صار في الجلسة حتى التعامل تبع الشرطة اختلف من وضعنا كمتهم بدل ما وضعنا كضاحية كان عندهم تجاوب في قضية أنه أوكي لجب أن نضع خطة ولدينا خطة في التعامل مع موضوع الجريمة والعنف إحنا منشوف أنه في تحركات إيجابية واضح أنه في العيد وبعد العيد إن شاء الله رح يكون فيه متابعة للموضوع ولكن إحنا مش موقفين حتى نرى النتيجة يعني إحنا منحكي كنشطاء وكأطر سياسية واجتماعية الهدف تبعنا الاستمرار حتى نصل لنتيجة نعم الآن هذا فيما يتعلق بالناشطين الناشطات في الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات التي تجري يعني بين فترة وأخرى في البلدات العربية أنا سؤالي لك أستاذ طارق شحادي عدا عن الوقفات الاحتجاجية وعدا عن المظاهرات هل هناك أي خطوات أخرى اللي يمكن أن تؤثر على صناع القرار ومع أنه تم يعني اقتراح وضع العديد من الاقتراحات حتى من قبل لجنة المتابعة في موضوع ضحر الجريمة في المجتمع العربي عدا عن الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات هذه الاقتراحات لم تترجم على أرض الواقع لماذا؟ يا سيدي احنا شفنا في الآون الأخير من بداية السنة حتى اليوم أكثر من 70 قتيل وواضح أنه الهم الأول يجب أن يكون أن نوقف هذه المهزلة نوقف هذه الجريمة بحق شعبنا كله بحق جماهيرنا كلياتها أمور أخرى تستنى احنا حسب رأي في خطة شاملة كمان في لجنة المتابعة كمان في اللجان الشعبي اللجنة كمان في الناصري عدت خطة للتعامل مع كل قضية التربية والحصاني الاجتماعي لقضية المقاضة والقضاء وكيفية الاستمرار فيه وهناك خطوات تسعيدية أخرى وخطوات تثقيفية أخرى ولكن اليوم احنا مطلب مواضح على حكومة إسرائيل القبض على المجرمين ومرسليهم القبض على كل مجرم يحاول أن يقض مضاجعنا يوميا في كتير أمور يجب أن تحل ولكن هذا الأمر